في قضية مقتل المواطن محمد غزاي الميموني قلت المحكمة بتعويض ورثة المرحوم بمبلغ 530 ألف دينار كتعويض أدبي ومالي وكان الميموني قد قضى نحبه تحت التعذيب على يد بعض أفراد مباحث الأحمدي يذكر أن محكمة التمييز قد أزلت الستار على القضية في الثامن عشر من يوليو من العام الماضي بعد أن قلت بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام وسجن آخرين بمدد تراوحت بين سنتين و 15 سنة وتبرئة آخرين